يعتبر التعليم أساس التقدم والبناء فأي أمة تريد مستقبلا أفضل تبدأ الاستثمار في أبناء الغد النظام التعليمي في موريتانيا عرف مذن نشأة الدولة جملة من الإصلاحات المختلفة رغم اعتماده شبه الكلي على اللغة الفرنسية إبان الإرهاصات الأولى لنشأة الدولة ففي سنة 1967 أقر مؤتمر حزب الشعب إصلاحا تربويا يهدف إلى مراجعة موروث المستعمر وموائمة المحتوى التعليمي مع الواقع الحضاري للبلد وقد اعتبر إصلاحا سياسيا ولغويا دون أن يوصل إلى النتائج المطلوبة مؤتمر حزب الشعب أقر كذلك إصلاحا آخر سنة 1973 تم تنظمه بموجب القانون رقم 075533 وسعى هذا الإصلاح حسب القائمين عليه إلى خلق نظام تعليمي وطني إذ يرى البعض أنه شكل مرحلة فارقة ومهمة في تاريخ الدولة حيث ركز في رسم أهدافه على الخصوصية الثقافية للبلد لم تعمر تجربة الإصلاح الثاني طويلا ففي سنة 1979 بدأ إصلاح آخر أدى إلى وجود مسارين تعليميين أحدهما باللغة العربية والآخر باللغة الفرنسية كما ترتب عنه جعلوا اللغة العربية لغة الدراسة لغلبية مراحل الدراسة مع الإبقاء على الشعبة الفرنسية بعد هذا الإصلاح جاء إصلاح 1999 الذي حاول تصحيح أخطاء إصلاحي 79 حيث عمد إلى ذمج النظام التربوي في شعبة واحدة مزدوجة ومن إيجابيات هذا الإصلاح حسب مهتمين أنه كان يهدف إلى خلق جيل موحد ومزدوج اللغة وبحسب مختصين في المجال التربوي فإن إصلاح 1999 لم يكن إلا إجراءا سياسيا هدفه الأسمى تكريس هيمنة اللغة الفرنسية فقد وصلت معه مستويات التلاميذ مراحل خطيرة من الانهيار والضعف عكستها نسب النجاح المتدنية آخرون يرجعون عدم فعاليتي كل هذه الإصلاحات إلى غياب التخطيط والاعتماد على مقاربات لم توفر لها البيئة المناسبة هذا بالإضافة إلى ضعف التكوين وتزايد نسب الاكتراض في الفصول وغياب الرقابة